يقول لك سيدي اللي تلف اشد الارض ياك عارفين هذا المثلة بالدارجة المغربية اللي تلف اشد الارض ما معنية اللي تلف اشد الارض معنية ان الانسان يخصوه ياخذ واحد للحظة يركز فيها ويفكر فيها في الوقت اللي يحس براسه تايه في الوقت اللي يحس انه ما عندوش بوصالة اللي يتوجه البوصالة انتم تعرفوه هو ذاك الجهاز اللي كان حال هذا بسيط او الحضارة كانت استعملت هذا الجهاز كانوا هم الصينيين هذا الجهاز اللي يوريك الاتجاهات الشمال الجنوب الشرق الغرب فإلا تهتي في وسط بحر ولا محيط وإلا تهتي في صحراء ومبقى عندك حتى شيء توريك في انتا بحلقة نقوله كيف يمكنك تلجأ لهذه البوصالة كتبين لك الاتجاهات وبناء على المعطيات اللي عندك تختار الاتجاه الصحيح اللي يمكن تمشي معها كي لا تتلف شيء كل المخلوقات عندها بوصالة أعمى بحل البوصالة اللي كانت تكلموا اللي هو ذاك الجهاز المادي ولكن عندها بوصالة في المخ مثلا طيور كيف تعرف العشة كيف تعرف المكان التوالد من بعد ما تصافر المئات بل آلاف الكيلومترات حول الكرة الأرضية ولكن مع ذلك كيف ترجع المكان ديالها المضبوط ما تستعمل شيء العلامة ديال تشوير ما عندها شيء جيباس ولكن عندها واحد البوصالة ولا بغيت تقوله واحد جيباس داخلي فأمخاخها اللي كيمكنها أنها تعرف فين هي وكيف موقعها فين خصصات موقعها فالإنسان مفروض حتى هو عنده شيء بوصالة بيولوجية بوصالة الإنسان البيولوجية ما كتوريه شهير المواقع الجغرافية والاتجاهات مفروض أنها تكون بوصالة اجتماعية بالدرجة الأولى بوصالة أخلاقية إذا شئنا بوصالة ضمير فهوش الإنسان في الوقت الراهن؟ وإذا سمحتوه أريد تطرحوات السؤال على نفسكم ماذا الإنسان في هذا الوقت تنفل بوصالة؟ لا يوجد لديه شيء محدد للزمان والمكان والأحداث والأشياء تنفل لغوباغ دياله وكلهم لا يوجد عارف ماذا يأخذ لا يوجد عارف ماذا يعمل لا يوجد عارف كيف يخطط المستقبل لا يوجد عارف كيف يتعامل مع الناس لا يوجد عارف كيف ينهاره وكيف يساليه الإنسان يقول لنا لا يوجد عارف الوقت كيف يدوز لا يوجد عارف الدنيا كيف يغادية الإنسان يقول لنا لا يوجد عارف من أدرل ثقه لا يوجد عارف ماذا نقوم بالمشروع وماذا نقوم بالمشروع ما نقوم بالمشروع ما نقوم بالمشروع ما نقوم بالمشروع كيف يتعامل اتاق سواء من الصغر أو القبار فاليوم مستمعي الكرام ومشاهدي الأعزاء حلقتنا ستكون متميزة نوعا ما على اعتبار أنها ستتكلم لنا على أشياء داخلية وعاميقة جدا في الكون هدينا اليوم سنرى كيف نحضر رأسنا من التلفة هذه التلفة اللي ولت ميزة الإنسان المعاصر بصفة عامة والإنسان المغربي بصفة خاصة اليوم حضير رأسك من التلفة كانت تكلموا مستمعي الكرام على التلفة وبدأنا بالحديث على البوصالة وقلنا يا ودي حياة الإنسان بحالها بحال حياة باقي المخلوقات كي خصت تكون موجهة بحالة البوصالة البوصالة عرفناها في البداية ولو بشكل موسط نضيف أنه لتعمل البوصالة بشكل جيد لتبيل لك الاتجاه الصحيح يجب أن تكون متحررة من أي تأثير مغناطيسي مثلا يجب أن تكون قابطها بين يديك بشكل مقد لا تكون ميلة لعليم ولا ليصر يجب أن تكون قابطها وجهة عندك لا تكون قابطها مقلوبة خلاصة القول أن البوصالة لكي توجهك يجب أن تكون مضبوطة 100% ولا تكون مؤثرات خارجية ويجب أن نقيس هذه الأشياء على بوصالة الإنسان إذا قلنا أن بوصالة الإنسان هي الفكر دياله فكر الإنسان هو بوصلته هذا الفكر للإنسان مفروض أنه أيضا لكي يكون ويكون بوصلة صحيحة لا يكون مؤثر حتى بشي حاجة وهناك تطرح للسؤال الكبير وش بوصلاتنا غير مؤثرة بمؤثرات خارجية ثم ولكنت الحتمية الوجود هذه المؤثرات راح ضروري غد تكون شيء يتأثر عليك كيف غد ترشح تفيلتري هذه المؤثرات الخارجية ما هي القدورات اللي خاصة تكون عندك بش البوصلة ديالك تبقى مقادة وبش ما يكون شيء هذا الخيطاب غير مفهوم عن البعض أجل نبسطه كثر ونخذ واحد المثال بصير جدا عاد نخوضه في ما هو عمق نخذ مثال أنه طالب يريد توجيه في القرية دياله كيقرأ ما تعلن عنده تكوين علمي وآدبي ما كيهمش كيوصل الوقت اللي كيخصو يتوجه ما سيقرأ ما سيقرأ الكلية من بعد الباكالوريا أو ما سيقرأ معهد خاص أو ما سيقرأ معهد من المعاهد الدولة إذا اختار الكلية ما سيقرأ ما سيقرأ ببعهد ما سيقرأ البوصلة لكي تعمل المعارفة من باب المعارفة هذه المعارفة تكون صافية لا تكون ملواتة لكي تكون البوصلة بالصح عندما تكون مغناطيسة لا يجعل الموري لها لا تقوم بسيطة مغناطيسة لا تتعلم لا تتجاه لا ترد هذا المؤثرة الخارجية ما سيقرأ هاي الهدرات هذا التأثير الأول هذا التأثير الحق المغناطيسة هذا مؤثير مؤثرة ما سيقرأ ما سيقرأ كل شيء الذي لم يقوم بعمل معه يجب أن تخرج المعاهد لا يدرس المهندسين وكثير من احتياج المهندسين هذا هو مؤثر واحد آخر هذا مثال بسيط كيف تفهمه؟ ما هو المعنى؟ ما الذي يوصل على الفكرية والمؤثرات الخارجية التي أعطيت منها أنه لا يوجد بسيطة أمارة لا تنسى لي وكيف يتأثر الإنسان قبل اتخاذ القرار والآن يمكننا أن نتعمق أكثر في هذا الحوار وفي هذا الحديث مع بعضنا الذي سيكون مشفوع بالتدخلات الهاتفية مشكورين ونبدأ ندوز المكالمات بعد حين الآن على المستوى الاجتماعي على مستوى حياتنا كلنا كمجتمع مكون من أفراد ما نعرف نفسنا في غالين؟ ما نعرف نفسنا ما نقوم بعمل ما نعرف نتخذ قراراتنا الغداء والبعداء 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 ما الذي نفيقه وبدأ نهارنا؟ باستثناء الناس الذين لديهم خدمة قارة ومن الم تحاملها والمموضة التي تريدها إلى روتين ومعندهم لا يستطيعون ما هذا ينفق الإنسان ما نعرف نفسه كيف يدوز نهاره وماذا سيقوم بعمل وكيف سيختمه ومن ثم يدفع حاصيلة كذلك يزهر نهار أو الإنسان يرتلف أنك يذكر التالف عالمي jeunes ف democrats سمع بها أن يأتي الخدمته لأنه يفعل الخدمته لا أعرف ما يركز على excellent training ما يركز على الذي يدى ما يركز على المساكين بحد هئلا ما يركز على المصروف الذي يسنه هات الشهر ما يركز على الأستروع الذي تدعه ما يركز على المشاكين عنه عادته صاحبه صاحبه و disappointment كيف هذه الإنسان؟ يبقى عنده يوض preguntas التجاه الصحيح عندما تنزلها في أي مكان من هذه الممكن عندما ي bastante في بعره funk عندما يبدأ الحارت الجبال عندما يتكلم مع نفسه عن المشكلة التي stro problem عندما يهجب تكلم ويكيف وضع Large و توجهه او لا تبقى لدينا بأصالة و يرتال فيه كيف تشعر بالفعل بهذه التلفاة؟ او يالله البرنامج ينبهكم لها كيف هذه التلفاة لا تجعلنا نحق النجاح الذي نتمناه في حياتنا كيف لا تجعلنا نكذب على رأسنا و كل مرة تجعلنا سباب و مسبب عدم تقدمنا و كل مرة تجعلنا القرارات و تقولوا و حتى تكون هذه القضية عاد ندير هذه القضية و حتى يوصل الشهر الفلان الفلاني عاد نبدأ و حتى تسالي هذه الموجة عاد نبدأ و ما هي هذه المسببات الحقيقية التي تجعلنا في بلاستنا وهي التلفاة و غياب او ضياع البوصلة منها مجموعة التعليق بخصوص الموضوع دينا على صفحة الرسمية برنامجكم مجموعة الإخوان يقول لك او دي تلفاة مرتبطة بشخصية الإنسان صحيح إذا بقيت يبقى عقلك في هذه البلاد الدوخة والتلفاة حديث ولا حراج الله المستعان هذا السي محمد بو سماس والله حتى بالصح تلفين و كنت طلب الله يردنا جميلا نجاة اس جا بجموعة هذه التلفاة كينا حتى في الحياة حتى في الكوزينة حتى في غيرها عشة شالله تحياتي إليك طبعا تلفاة للأسف من المظاهر التي حدثت في المجتمع الإنسان أو تلفاة و لا يعرف ماذا يدير لا يعرف ماذا يقدم و ماذا يأخر ماذا هو القرار الذي يتخذ و ماذا يمشي فيه حتى الأخر و لا لديه مسببات و دائما نعطيه المثال بهذه البوصلة أولا المسببات دياله بحلقه المستمعين مسببات ذاتية و كين مسببات موضوعية و كين مسببات لا منطقة لها المسببات الشخصية مرتبطة بالطبيعي للإنسان و التكوين دياله و كيف يخدم على راسه لكي يرجع نفسه و أحد الإنسان كي يعرف يتخذ القرار و كي يعرف يتبت على هذا القرار حتى ينجح فيه أو يفشل فيه و إلا يفشل فيه لا يكون ضيع وقته يكون ربح تجريبة و بذلك هذا الفشل لا يمكن أن نسميه في حينها فشل إذا كان الربح به تجريبة و تجريبة ستنفعه فالقرار الموالي الذي يتخذ شخصية الإنسان كانت لعب دور كبير و كتبنا من الصغر نحن هو واحد الجيل الذي تربينا من قبل آباء و أمهات رائعين و كانت عندهم النية الحسنة لكي يربينا تربية حسنة و لكن كانت عندهم الأدوات الصحيحة لكي يربينا التربية التي ستجعلنا مزيانين على المستوى النفسي و على المستوى الجسادي فبالنسبة لهم التربية كانت تلخص في أنك تأكل و تشرب و تقرأ لكي تدير مستقبالك كل هذه الأشياء بحالك تلاحظوا مادية صرفة فالاهتمام في التربية النفسية و بالجانب النفسي لا يساب الم Thursday فلاهي في نفس المجتمعة نحن رادي كانست Евواء So一直 hablan لم تقرب الم Josh Ren toufon والاهتمام بالجانب النفسي ضعيف ضعيف جدا في التربية و في البرامج التربية والذي г والآخر لكل البعض حول لكن المعارف عن و was glasses 요 عقل سيكون عقل سيكون جساد صاحب الش 때문에 ار Nous ビهم ذلك العقلي فهذا الجسد هذا هو المشكل لدينا للأسف دائما كنقارن نفسنا بدول أخرى وبزمننا وعننا الحق إذا قارنت نفسك بدولة بحل ألمانيا كتلقى أنه البعد النفسي في التربية دي للأطفال حاسم بالنسبة لهم وحاضر باستمرار أهم من المعرفة في واحد المرحلة من مراحل العمر من الذين يكونوا كربي والدراري ويقررهم صغار أهم من أنهم يقرروا الدراري ويعلمهم أشياء جديدة ويحفظوهم وإن كان هذا المفهوم الحافظ وعراضة لم يكن تماما أهم شيء هو الحرص على التوازنهم النفسي لكي تجدونهم تابعينهم حتى كيف يعيشوا وصد ديورهم وأي ملاحظة كانت عندهم في الجانب بالنسبة لهم يدلوا عليها حالة طوارئ لكي يعرفوا أن هذا الطفل لا يعاني لأنه مخصصهم تخرج لهم إعاقات نفسية في المجتمع وهو رأيين التي نتحدث عنها الآن وهذا غياب البوصلة والتلفاء هم المعاقين النفسيين الذين كانوا في المجتمع ديالنا ورخصنا نوجوها الحقيقة إذا نريد أن نطوره رخصنا نقوله أننا كلنا نعانيوا من الإعاقة النفسية ومن الذي نتحدث عن الأشخاص المعاقين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سنفهموا أن معظمنا إلا من نكون كلنا بنسبة مئوية مختلفة عندنا احتياجات خاصة في الجوانب النفسية لذلك ما كانت تبتوش على قرار لذلك كنحس برصنا دايخين وتلفين حيث البوصلة الداخلية المكونة مما هو فكري وما هو عقلي وما هو نفساني خاسرة مخدامات مزيان هذا الشيء لن نتالفين هل هناك أمل في إصلاح هذا البوصلة؟ الحمد لله كل الأمل مجهود كبير كبير جدا كيخصنا نعملوه ماشي سهل ما كيوصل للعلاج إلا الشخص اللي عنده واحد الشخصية قوية جدا واللي عنده إرادة قوية جدا واللي مدرك جدا ومصالح مع نفسه في الجانب ويقول بالفعل أنا عندي إعاقة نفسية سنصلحها لماذا أنا هكذا؟ لماذا أي قرار تختمه لا يوجد فيه حتى الأخر؟ اليوم كيكون عندي وجه غدكي ولي عندي وجه آخر؟ اليوم كتكون عندي أفكار كنت أشعر براسي متحميس بعده كنت أشعر براسي محبط وما عندي تفكرة دايخ تالف ما عارفش كيف ندير لماذا؟ هذا الإحساس يجب أن تعرفك أنه ليس بوحدك الذي تعيشه كنت راجل أو مرأ أنت ولد أو بنت شاب أو شاب بارك لا يوجد بوحدك سأرى أعدادنا كثيرة جدا لذلك نعيش بهذه الأشياء يجب أن نهتم بنفسنا من ناحية نفسية يجب أن نهتم ولكننا أباء وأمهات أننا لا نعودوا إنتاج نفس النمادج الفاشلة نفسانيا للمستقبل بلادنا رجعوا للموضوع ديالنا على شحنا تالفين وشكون من المفروض أنه ينبهنا لتلفا ديالنا اللي ينفروض وسائل الإعلام بحل كدير هذا البرنامج المثقفين والفنانين وهذا دورهم في المجتمع فواش المثقف في المجتمع المغريبي كيلعب هاد الدور ديالو أو حتى هو تالف وش الفنان في المجتمع المغريبي كيلعب هاد الدور أو حتى هو تالف إلا فطردنا أنه هاد الناس كلهم تالفين شنو واقع في المجتمع المغريبي أين هو الخلال شكون لك يخصو يحرك هاد الشي يدير ضجة حتى الناس لا تبقى شي تالفى هل تالفى مرتبطة بالمصالح الشخصية؟ وش أنتك يهمك رأسك يهمك لأخرين وبالتالي لك أنت مسؤول وخاك تشوف المجتمع ديالك كيغرق وإن كان بيدك أنك تأخذ بعض الخطوات ما يهمكش يهمك مصلحتك وتبقى على الكرسي ديالك تساؤلات كثيرة وتشعوبات كثيرة يمكن نخوضوا فيها ونمشي فيها ونقشوا هذا الموضوع ديال التلفى التي مضوخ الناس في هذا المجتمع وبالتالي مجتمع كله تالف ثم تزادت التلفى أكتر والدوخة أكتر مع الجائحة الكورونا وما بقيتش كتعرف راسك وشنو كتدير وشنو القرار اللي غادي تتاخذ لحقاش كتنتظر قرارات أخرى غدا تجي وعليش قلت كورونا وقرارات أخرى راه دائما كينا قرارات أخرى ولكن مخفية الآن واضحة مجموعة الإخوان عندهم تعالق وتعالق كثيرة فكل يمشي في الاتجاه لأنه للأسف حتى لك أنت تالف مكان شيء اللي كيوجيك وحتى اللي كيوجيك يوجيك من أجل بولوغ مصالح والشخصية راح تعد القضية ديالتغليب المصلحة الشخصية بغض النظر على كيفية تنعكس على المصلحة الجماعية راح ترفع راح تعتقدون أنهم من اللي ينصبوا على الغير ومن اللي يتخذوا قرارات معينة ومن اللي يربحوا الفلوس ومن اللي يحقوا المال الذات راح تناجحين في حياتهم راح تناجحين في الحقيقة التالفين حيث مع مرور السنوات ومع مرور الزمن يتخذوا لهم إلى أي حد كانوا بولداء إلى أي حد كانوا يعتقدون بأن المال الذات بوحدة كافية لأنها تعطيك السعادة وهذا ركي قدنا للسؤال الكبير ما الذي يجعلون عقلنا وتلفلنا رأسنا ورجعنا ماديين صرفين ما الذي يجعلون نسمحوا في والدنا من أجل الفلوس ما الذي يجعلون ندبزوا مع أخواتنا من أجل الفلوس ما الذي يجعلون نسامحوا في حبابنا من أجل الفلوس ما الذي يجعلون نضربوا بعرض الحائط كل القيم من أجل المال الذات ما الذي يجعلون وعطنا 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 مجدد ما الذي ستجد نحميه من أجلنا السعادة ما الذي تغير المفاهيم في الحياة الكريمة وحياة القيام والمبادئ والأخلاق ما الذي يضعنا نصبيه بالنسبة للناس على القيام والمبادئ لحماقك وإشتح بقوادك ما الذي يبدأ من أخلاق أو مبادئ أخويا المادة والفلوس والفلوس الذي يفتح لك الطرقان في البحر المال أعطيني المال أخويا ولوحني ما سوقك فيها ما الذي يرصخ هذه الثقافة في المجتمع وما الذي يسهم في ترصيخها ما الذي لا يفكر من الصباح الذي يريد عس في المدخول في الفلوس ما الذي يجعلنا نعتقد أنه نحن تخلقنا أهيرا لكي نكونوا ناس مادية أهيرا لكي نفكروا في المادة ما الذي يجعلنا نفقد إنسانيتنا في اتجاه أننا نصبحوا مجرد حيوانات غريزية ما الذي نفكره في الفلوس في نهاية المطافرة نفكره لكي نحق بها أشياء محدودة ولكن بمستويات مختلفة نحن نأكله وهو حتياج حيواني كل حيوانات والحشرات تأكل نمارس الجنس وهو حتياج حيواني كل حيوانات والحشرات لها هذه الغريزة طبعا لا ندخلوا في الاستثناءات العلمية الصرفة دعونا نتكلموا عليها بصفة عامة ما الذي يجعلنا أننا نخدمه لماده لكي نحقق هذه الأشياء أفنيات المطافرة هل ما كان؟ نرى الأشياء التي تعمل من أجلها اللدة اللدة المرتبطة بالإشباع المرتبط بالأكل اللدة المرتبطة بالإشباع المرتبط بالجنس اللي سيتكلم على أشياء أخرى اللي سيتكلم على إشباع روحي على إشباع فكري على إشباع أخلاقي اللي سيتكلم على المبادئ على القيم على الدين إنسان اللي نقدرون نقوله أنه ما زال شد في إنسانيته ولكن ما هو مرحل؟ أحتى من فيما يتكلموا رو ما هي الكلام هو المطلوب التطبيق التنفيذ رو أرى إلى الكثير من الناس يبدأون إضفاتك كما بدأت بتعضار يبدأون إضفاتك يقول لك هذا كل شي عندما لم تسبطين بالدين لأنني لم تسبطين بالقيمة لم تسبطين بالقيمة لأنني لم تتبعون أراد المفكرين هذا كل شي سيكمن الناس يجبون إضفاتك على تنظير ولكن مجال التطبيق كما تلقى هم ينحزون انا ونزل. تاتي liquid. immer again. يazuزل الحويج بمكتاز الفلوس لكي ياخذ واحد الماكلة معينا نسخن نής pag Item. لاي داخل استيل اعجاب هذا الماكلة القليل للفلوس علي. لاي أعجب باغرجات الدعاء. Moses en kom пользовati. لا يوجد شخص الجنس له في الصباح ويقول ki ودي انا اليوم قررت اني سنتجização حيث. روعة والثاني لن يكون ضرورة ماديا لن يمكنك تدير الخير بلا فلوس ماذا يمكنك تفوق في الصباح ويقول اليوم سيحاول أن نكون إنسان الخير ماذا يمكنك من خارط في جمعيات خيرية ماذا يمكنك من تدير شيئا لا ينتظر من هذا الربح مادي لا ينتظر مقابل حتى الصدقة التي أعطيها كانت تسنع عليها الأجر يريد أن تخلص عليها الأجر ماذا يمكنك تدير شيئا ماذا يمكنك تدير شيئا لأنه تفهم لأنه لا تفقوه لأنه لا تفقد بوصالة وطرحنا السؤال قبل الوقت ماذا يمكنك أن يكون لك أنه إرجع البوصالة للعوام من الناس المفروض أنه المثقف وهو الفنان المثقف والمثقف الفنان هذه الناس فينا هما وتبع المادة لأننا أصبحنا مجتمع مادي وبالتالي حتى التفاهة لكنا تجيب لنا المادة كنا نمشي معها وهذا هو الواقع اللي نعيشه إذن ما تقلقوا شيء لكنتم محاطين بالتفاهة وبالتفيهين حي تلقاوا بلاستهم وسط منكم حي تلقاوكم تالفين ما بقيتش كتعرفوا تعملوا حتى التقييم ما بين ما هو جيد وما هو سيء السيء إلا كان كيشبعكم كيشبع غرائزكم كيبال لكم جيد والجيد لكان كيبيل لكم عيوبكم كيبيل لكم سيء ويمكن هذا هو الأمر اللي غادي تتعرض له على الحلقة من هذا البرنامج ناخد مكلمة هاتفية أخرى أصبح الخير أصبح النور مرحبا بسيدي أهلا بيك الله يطول عمرك أهلا بيك تشرفني بالإسم قاسم مرحبا بسيدي قاسم تفضل لسيدي قاسم أبقى منك يا تعمرة الموضع اللي قلت شكولي خلانا شكولي خلانا شكولي خلانا موضع زوغن ولكن خلان البعد على الله سبحانه وتعالى وين خلانا هذا الشي هذا قلنا كالنقصان عوض القرآن ديالنا الكريم كيفاش دازع على يعقوب عليه السلام على أيوب على الرسل صلى الله عليه وسلم كيفاش بتعلم الله سبحانه وتعالى إنه لا قد يشته هذات الفخاذة احنا نبعد عدنا بزيب على الله سبحانه وتعالى هذا هو المشكلة السعمورة اللي بغت نقول لك شكرا ززيلا الله يبارك فيك سيدي تحياتي إليك شكرا لك مكلمة هاتفية كثيرة اللي قد ينخذوا عود نموذج آخر ونعرجعوا للتعاليق ديالكم وطبعا باقي بزاف ما يتقال في هذا الموضوع ولكن الوقت ما كيسعفنا شي باش نواصلوا الحديث أهلو صباح النور صباح الخير السلام عليكم مرحبا بسيدي وعليكم السلام شرفني بالإسم سيعمورة تحياليك وتحيال سيدي في تقبل المكالمات وتحيالكم للمستمعين الكرام الله يبارك فيك تفضل سيدي سيعمورة أبغا تدخل في هذا الموضوع اللي كان شكرا عليه يعني بزاف وحطة علاقة كثيرة بزاف لحساب هذا الموضوع اللي جبته سيعمورة يعني خلينا تازين يعني ما كيفوح التوجه يعني كمجتمع وكحكومة يعني تشوالك يخلينا يعني مكنش فخص يعني في النه في المستوى مكنشفوش صحافي في المستوى مكنشفوش بعضنا في المستوى مكنشفوش منتخف المستوى لاش يعني ما عدناش الرجل مناسي في المكان مناسب واضح يا سيدي الفاضل فالمستمع الكريم الأخير اذكر أيضا المثقفين كنضيفه اليوم الفنانين اذكر الصحفيين للأسف كين صحفيين اللي باقين متشبتين بالقيام وبالمبادئ وبالرسالة الفضلة ديال هاد المهنة ديال الصحافة وكين اللي انساقوا في علامة الفا وحتى هما تلفو وحتى هما تخلو في العالم المصلحاتي وحتى هما للأسف وبقى وشايكي عرفوا انها رسالتهم رسالة خطيرة وضقيقة جدا وفي هذا الوقت بالضبط رف هذا الوقت اللي كترت فيه الوسائل للتواصل الاجتماعي وسهل نقل الخبر وسهلت الإشاعة هنا في نحنا محتاجين للصحفيين حقيقيين والصحفيين عندهم مبادئ وعندهم قيام والصحفيين اللي يشكلون المصداقية عند المتلقي ويكون الإنسان كيتق فيهم بعينيهم مغمضين بحالك نقوله ماشي صحفيين اللي إحتهم يتبعوا المصلحة وإحتهم يتبعوا التلفاق واللي بغي يدير الفلوس راه ماشي في الصحافة الصحافة بحالها بحال المهن اللي هي مهن ديال الكرامة وديال الشرف اللي صاحبها كي يخصوه يكون ديال الأخرين ماشي ديال نفسه استعد أنه يعطي من عمره ويعطي من حياته يعطي من حريته ويعطي من سمعته في بعض الأحيان باش يخدم المبادئ والقيام ديال بلاده باش يسهم في أن التلفاق ما نقولش ما تبقاش بصفة نهائية ولكن على الأقل التلفاق تكون الاستثناء ما تكونش هي الأصل ما نكونوش تلفين في الأصل وكين الاستثناءات ديال ناس أو مجموعات اللي ما تلفاق شي التلفاق للأسف كنشوفوها عند الأحزاب السياسية كنشوفوها عند بعض الأجسام المهنية اللي يفرض أنها أجسام مهنية عندها قيمة كبيرة كنشوفوها للأسف عند الناس اللي ما كناش نتمنوا أننا نشوفوهم تلفين في هذا الوقت بحلقة نقول دائما لا يدعي البرنامج أنه قد ألم بكل جوانب الموضوع المطروح ولكن اللي كي همنا أننا نحطو حضراتكم تزيدو تنقشوه مع بعضكم تفكرو فيه تقرأوا عليه قرأوا 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 مارسوا الرياضة وما تبقاش حاضين الناس